موسيقى حياكم والله الحديث أكثر حول الملتقى العقاري والتشريعات التي تم طرحها في هذا الملتقى اليوم يسعدنا أن نرحب في سوديو أماسي بضيوف الملتقى شيخ أحمد بن صقر القاسمي مدير مكتب التخطيط الاستراتيجي والتمييز المؤسسي بدارة تسجيل العقاري بالشارقة حياك الله شيخ وأيضا الأستاذ عبيد عبد الرحمن المظلوم مدير إدارة تنظيم المشاريع العقارية بدائرة التسجيل العقاري كذلك بشارقة حياك الله أستاذ عبيد حياكم الله تشرفت بوجودكم بالتأكيد مرحبا نبدأوا يا أستاذ عبيد ونتحدث عن الملتقى الذي رأيناه قبل شوية في التقرير نتحدث أول شيء عن الهدف من إقامة مثل هذا الملتقى الوسطى العقاري تحت عنوان الملتقى العقاري مثل ما ذكرنا طبعا هذا الملتقى يمكن أنا ذكرت في المقدمة أنه للمكاتب العقارية والمطورين العقاريين ما الذي تهدفون إليه من خلال هذا الملتقى ومن وراء هذا الملتقى بسم الله الرحمن الرحيم وصلاب السلام على سيد المرسلين في بداية أشكر جمهورنا العزيز جمهور برنامج أماسي طبعا كذلك نشكركم على دعوتنا لهذا الملتقى لما له صدق متميز عند الجميع وفي مجتمع الإمارات وخاصة في إمارة الشارقة وهذا فرصة لنا أن نتواصل مع جمهور منامج أماسي متميز طبعا الملتقى العقاري عقد لأول مرة في إمارة الشارقة بتنظيم دار التسليل العقاري وطبعا هذا الملتقى يهدف الالتقاء بالمطورين العقاريين ومكاتب وسطاء العقاريين وجميع أنشطة قطاع العقاري طبعا يهدف هذا الملتقى إلى تسليط الضوء على أهم التشريعات المستحدة في إمارة الشارقة كذلك الأنظمة والقوانين والجراءات التي تم من خلالها كذلك البرامج الإلكترونية التي تم تطويرها طبعا من خلال الملتقى تم طرح محاور عدة وتم في نهاية الملتقى تم استقبال سلة وملاحظات الحضور كذلك توزيع استبيان على الحضور لأخذ ملاحظاتهم وتوصياتهم ومقترحاتهم من أجل تطوير القطاع العقاري جميل جدا جميل أخذ هذه الأفكار والمقترحات وإشراك يمكن ذوي الإختصاص من المكاتب العقارية وكذلك أيضا المطورين العقاريين جميل إشراكهم في مثل هذا الملتقى أعتقد أن هذه الأفكار من خلالها تنبثق عنها قرارات مهمة جدا لتطوير القطاع العقاري بشكل خاص صاد عبيد أيضا في معرض حديثك أنت تكلمت عن التشريعات الحقيقة التي تستحدث دائما لحقوق أو حفظ حقوق الملاك دعونا نتعرف على هذه التشريعات طبعا من أهم التشريعات التي تصدرت في الأونة الأخيرة وهو قرار رقم 26 سنة 2014 بشأن انتفاع بالعقارات في موارة الشارقة وكذلك قرار رقم 34 لسنة 2018 بشأن بيع الوحدات العقارية وكذلك قرار رقم 33 بشأن تنظيم مساطة العقارية طبعا هذه من أبرز القرارات التي تم استحداثها في الأونة الأخيرة طبعا تم طرح جميع أحكام هذه القرارات وما سيتم تطبيقها في إمارة الشارقة من خلال تنظيم هذه القرارات طبعا إمارة الشارقة صباقة في تنظيم القوانية واستحداثها ومواكبة لتطور وطلبات العصر بالتأكيد طلبات العصر أو مواكبة تطور العقاري في إمارة الشارقة طبعا ارتأينا بالتوجه مع الحكومة بتحديث قراراتنا وطبعا تم تشكيل فرق عمل في دار تسيج عقاري وتعاون مع الجهات المعنية منهم مطورين منهم لجنة القطاع العقاري كذلك في النهاية طلعا بخلاصة باكورة هذه القوانين التي تخدم القطاع العقاري ورفعة للاستثمار العقاري في إمارة الشارقة صحيح نعم فقرار الانتفاع طبعا من هم القرارات خلي تعرف علي بشكل مفصل صدق ما هو قرار الانتفاع؟ قرار الانتفاع طبعا هو قرار يخول ملاك العقارات الذي لا يحق لهم تملك في إمارة الشارقة تملك بنظام الانتفاع لمدة متة عام طبعا لهم حقوق وواجبات نعم في هذا النظام طبعا بالنسبة لتملك في إمارة الشارقة لمواطنين دول مجلس تعاون الخليجي وهذا القرار الانتفاع يسمح للأجانب بتملك العقارات في إمارة الشارقة صحيح نعم كذلك قرار الانتفاع طبعا تم تطبيقه من سنة 2014 وتم تسجيل عديد من المشاريع التطويرية في قرار منذ تطبيق قرار الانتفاع والحمد لله نال استحسان كثير من المطورين العقاريين كذلك كثير من المشترين حاليا عدنا أكثر من أربعين جنسية تم تسجيلها في مارة الشارقة فضل توجيهات سمو الحاكم كذا ونحن مع توجيهات سمو الحاكم في تحديث وتطوير هذه التشريعات مواكبة العصر لابد أن الإمارة تكون سباقة في هذا الجانب في تطوير العقاري والحمد لله نال استحسان الكثير من المستثمرين وهذا تقويت ودعم لإمارة الشارقة في المجال العقاري الحمد لله رب العالمي الحمد لله أنت تحدثت أيضا عن البرامج الإلكترونية التي طرحتوها يمكن أنه دائما تحصل على رضا المتعاملين وبالذات المطورين العقاريين أرجع أسألك أستاذ عبيد بس خلني أتوجه بالسؤال لشيخ أحمد شيخ أحمد أيضا من خلال الملتقة تم الإعلان عن جائزة التمييز العقاري وهذه أعتقد إحدى الجوائز اليديدة من نوعها خلنا نتكلم عن هذه الجائزة بفئاتها المختلفة شو فكرة هذه الجائزة شو الأهداف اللي من أجلها وضعت هذه الجائزة واللي تم الإعلان عنها أيضا خلال الملتقة نعم بسم الله الرحمن الرحيم طبعا في البداية أشكر شختي وأسكر أسرة البرنامج على استضافة اليوم نحن في دارة التسجيل العقاري دائما يهمنا تحسين خدماتنا بشكل مستمر وهذا الشيء سيعزز من مكانة الإمارة في المجال العقاري أطلقنا هذه الجائزة جائزة التمييز العقاري بهدف رفع مستوى التنافسي بين المشاركين في الجائزة والتمييز في مستوى تقديمهم للخدمات وأيضا لتحفيز السوق العقاري ونخليهم على تواصل دائما مع الدائرة تم تقسيم الجائزة إلى أربع فئات فئة المكاتب العقارية ورح يكون فيه فائزين من مدينة الشارقة ومن المنطقة الوسطى والمنطقة الشرقية وعندنا أيضا فئة شركات التطوير العقاري وفئة جمعيات حد ملاك وفئة خدمات الإشراف العقاري حطينا معايير طبعا مختلفة في جميع الفئات وفي معايير مشتركة بينهم رح أذكر بعضها إذا يسمحوا في البرنامج عدنا معيار دورات التطريبية ونقصد فيها الدورات العقارية التي دخلوها الموظفين في المؤسسة نعم مثل دورة الدبلوم العقاري أو دورات عقارية ثانية أو دورات ممكن تخدم في المجال العقاري مثل دورات في خدمة العملاء دورات في التسويق وغيرها من الدورات عدنا أيضا معيار ثاني وهو معيار التفاعل مع الدائرة من خلال المقترحات التي قدموها للدائرة جميل لأننا كدائرة تهمنا هذه المقترحات لكي نحسن من آلية تقديمنا للخدمات تأكيد وهذا يشجعهم أكثر لهم يقدمون مزيد من الأقترحات نعم صحيح عدنا أيضا معيار الإبداع والابتكار الإبداع والابتكار من خلال الخدمات التي يقدمونها للعملاء الوقت اللي حين يجبرنا على الإبداع والابتكار في الخدمات اللي نقدمها عشان نواكب التطور اللي صاير خصوصا أن حكومتنا رشيدة دائما يتحثنا على الإبداع والابتكار في جميع المجالات متأكيد أنا أعتقد هذا أهم معيار نعم هي صحيح نحن حطيناها المعيار لجميع الفئات وعدنا أيضا معيار المشاركات المجتمعية هي المشاركة في المبادرات المسؤولية المجتمعية مثل مبادرات الصحة والسلامة مبادرات البيئة يعني أي مبادرة تخدم المجتمع وعدنا أيضا معيار شهادات الشكر والتمييز هي شهادات الشكر اللي حصلت عليها المؤسسة أو العاملين في المؤسسة من عملاء أو منجهات أخرى يعني تقريبا هذه المعايير اللي هي مشتركة بين الفئات اللي أبعاء بالنسبة للمعايير الثاني فيه طبعا عندنا الكتيب الإلكتروني الخاص بالجائزة يقدرون يدخلون على الموقع الإلكتروني ولا يزدون الكتيب وفيه جميع المعايير مع الشرح هناك معايير متخصصة يمكن للفئات الأربع نعم على حزب نحن حطينا معايير اللي تتناسب معك الفئة يمكن هذه المعايير الأربع اللي ذكرتها حضرتك يعني هي معايير عامة للجميع معايير مشتركة بين الفئات اللي أبعا لكن هناك معايير خاصة اللي حبنا يتعرف عليها أكثر وممكننا يدخل عن طريق الموقع الإلكتروني يغطون على رابط الكتيب كتيب الجايزة موجود طبعا على الرابط على الشاشة تشاهدونه الآن وممكن أن يشتركوا بالنسبة للرابط التوقع اللي الموجود هو رابط الإيميل الجايزة اللي نستلم عليه المشاركات أما إذا دخلوا على الموقع الإلكتروني الخاص بالدائرة يضغطون على رابط الجايزة وفيه كتيب إلكتروني يقدرون ينزلونه وفيه المعايير كلها مع الشرح ماله شميل جدا الآن خلنا نتعرف أيضا على المتطلبات العامة للمشاركة في جائزة تمييز العقاة نعم مثل ما قلت مسبقا نحن حطينا معايير تتناسب مع كل فئة وبنينا نماذج للاشتراك ويعني المطلوب من المشاركين أنهم يعبون النموذج وفيه المعايير ويستخدمون طبعا مصطلحات عامة مش خاصة أساس أنها توصلنا الفكرة بشكل أوضح وأسهل وأيضا يرفقون الأدلة والمعلومات المطلوبة للملف يعني هاي تقريبا نحن أول دورة لنا للجائزة فمبحابين أننا صعب الأمور عليهم خليني الأمور سهلة جميل عالية التسجيل مثل ما ذكرنا شيخ أن يدخلون على عالية التسجيل جدا سهلة كل المطلوب منهم أن يدخلون على الموقع الإلكتروني للدائرة يضغطون على رابط الجائزة ويحملون النموذج الخاصة بفائتهم يدخلون البيانات ويجاوبون على جميع المعايير ويرسلون على إيميل الجائزة أو البريد الإلكتروني للجائزة جميل جدا نحن نتكلم عن لجنة التحكيم أيضا إذا كان هناك لجنة تحكيم خصصة لهذه الجائزة أرجع لك شيخ لكن أنتقل لستاذ عبيد ونرجع كذلك أيضا للملتقاف معرض حديثك استاذ عبيد ذكرت أو تحدثت عن برامج الإلكترونية التي تم طرحها وتم تطويرها من خلال الدائرة أو عن طريقة الدائرة ممكن نتعرف على بعض هذه البرامج الإلكترونية إذا في مجال؟ نعم طبعا الحمد لله فضل الله تم استحداث التشريعات القانونية طبعا أي تشريع قانوني لابد يلحق خطوات منها تنظيم الإداري داخل الدائرة ومن ضمنها تطوير البرامج بحيث أن هذه البرامج الإلكترونية تتوافق مع تشريعات الحديثة وبحيث يتم تسهيل الخدمات من خلال هذه البرامج الإلكترونية طبعا نحن في قانون الوسطاء العقاريين تم إعلان عن إطلاق العقد البيع المبدئي للوسطاء العقاريين الذي يتم من خلاله تعاقد المكاتب الوسطاء مع المشتريين أو مع مالك العقار من خلال هذا البرامج لحفظ حقوق جميع الأطراف في هذا الجهة سواء كان المكتب العقاري سواء كان البايع سواء كان المشتري طبعا هذا البرامج يسهل على الجميع من خلال هذا البرامج ويكون دائرة تسهيل العقاري على طلاع دائم على مسجدات تدولات من خلال هذا البرامج كذلك تم تفعيل بوابة المطورين اللي هو بعد صدور قرار بيع الوحدات العقارية نحكي القرار طبعا لابد أنه تم رجوع لتطوير برامج إلكترونية تخدم هذه القرارات صحيح تتقرار محتاج تفعيل محتاج أمور ردارية محتاج أمور تطويرية فكل قانون نحن نسعى كدار تسهيل العقاري بتوجيهات مدير عامل الدائرة بتطوير أنظمتنا الإلكترونية بما يتوافق مع آلية تنفيذ هذا القانون بالضب فأطلقنا بوابة المطورين العقاريين حقيقة أن هذه البوابة نارت استحسان كثير من المطورين العقاريين كذلك المشتريين بحيث أنه بمكان المطور العقاري تسجيل مشروع العقاري عن طريق هذه البوابة والمشتريين توثيقوا عقودهم من خلال هذه البوابة في السابق كان يحضر البايع المشتري للدائرة وتأخذه من المعاملة مدة نص ساعة حاليا المعاملة تتم عن طريق مكاتب المطورين مدة خمس دقائق وتتم إصدار السند الملكية من خلال البوابة طبعا هذه البرامج اللي دار تسجيل عقاري ساعة أنه تطبقها وطبعا كثير من البرامج إن شاء الله قادمة في الدائرة وفريق العمل ما شاء الله عندنا بتوجهات مدير عام الدارس سعادة عبد العزيز الشامسي إذا الله خير دائما يشجعنا في تطوير القطاع التشريعي وزايد القطاع اللي هو التطبيقات الإلكترونية وما شاء الله عندنا فرق عمل كل فئاتها وما شاء الله عندنا فريق عمل في نظم الإلكتروني في التشريعات في الأمور الجائزة وما شاء الله دارة العقاري صارت خلية نحل بتفاعلهم برفعة القطاع العقاري في إمارة الشارقة ونحن إن شاء الله أبناء هذه الإمارة ولا بد أن نقدم الأفضل لهذه الإمارة وإن شاء الله القادم أفضل الله يقدركم يا رب إن شاء الله كذلك إلى جانب تشريعات بمعنى أننا تحدثنا عن التشريعات والقوانين هناك أيضا في المقابل أو يقابلها قوانين ربما تختص بالمخالفات والجزاءات ما هو الدول التي تطلع به الدائرة في هذا المجال إذا أت الله خير على هذا السؤال طبعا الحمد لله لكن لازم نعطي بعد قانون وسطاء حقه قبل أني هذا الدور طبعا القانون وسطاء من القوانين المنتظرة طبعا يمكن لكل عارف أن القانون وسطاء صدر في سنة 1980 قانون قديم عندنا ليس قانون جديد لكن تم استحداث هذا القانون في سنة 2018 طبعا صدر هذا القانون ونظم الوساطة العقارية ونظم وضع شروط وضوابط في الوساطة العقارية كذلك حدد نسبة العمولة سواء الوسيط في حال اختلافهم العمولة إما تتأخذ واحد بالمئة وتتأخذ نيل بالمئة ونظمها وكذلك لأي تنظيم قانوني لابد من إداري نحن قلنا إلكتروني لابد بعد من عاد آخر شيء نحن 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 على الجزاءات الإدارية نعم أول شيء ننظم عقب الجزاء لابد من ضبط هذه القوانين بضوابط جزائية بحيث تضمن استمارية هذه القوانين وتنفيذها أرض الباقع صحيح إذا ما عندنا شرط جزائي طبعا يمكن القانون البعض يخالفه لكن إذا لدي قانون وعندي تنظيم إداري وعندي جميع مكونات التي تمكننا نحن كدائرة بتفعيل هذه القوانين بالعكس هذه نحن هنا خلقنا بيئة بيئة استمارية محافظة في إمارة الشرق وضامنة لمستثمر سواء كان المطور أو المشتري أو كافة القطاع العقاري بالعكس أي مستثمر عقاري عندما يسأل عن أي بلد يسأل أول شيء عن التشريعات صحيح والتشريعات هل فيها ضوابط هل فيها كذا نعم فدار تسجيع عقارتات توضع ضوابط ويعذروننا يعني لكن هذا لابد منه أن يكون فيه ضوابط لكن إن شاء الله نحن القطاع العقاري عندنا مطورين الحمد لله ملتزمين وكل الفئات الأنشطة العقائية ملتزمين وإن شاء الله ما نلتجه للمخالفة إن شاء الله إن شاء الله يا رب طبعا قبل أن نطبق هذا القرار توجد هناك ضوابط إدارية وتم التنسيق مع جميع الجهات في تنفيذ هذه الجزائر الإدارية منها جهات محلية واتحادية على سبيل المثال البلدية ودار التنمية الصادية ووزارة العدل ووزارة الداخلية طبعا كذلك تم تأهيل الموظفين دارة تسجيع عقاري في الضبطية العقارية هنا طبعا صار الموظفين دارة تسجيع عقاري عندهم مؤهلين بالضبطية القضائية وصار عندهم الصفة الضبطية وفق القرارات والأنظمة المحلية والاتحادية في هذا الجانب نعم ونحن نتمنى إن شاء الله للجميع إن شاء الله التوفيق وهذا قرار وتشريعات وضعت من أجل القطاع العقاري من أجل المطورية المستثمرية ومكاتب العقاري صحيح بالتأكيد نبدأ نتكلم عن جائزة تمييز العقاري شيخ يعني كنت قبل سؤالي أستاذ عبيد كنا نتكلم عن إذا كان هناك لجنة تحكيم خصصة لهذه الجائزة نعم هي بالأحرى لجنة تقييم يعني نحن ولله الحمد اليوم في الدائرة عندنا موظفين ذو خبرة واسعة في المجال العقاري وتم تشكيل لجنة التقييم واختيار البعض منهم كأعضاء في اللجنة ورح يقومون إن شاء الله رح تقوم لجنة التقييم إن شاء الله بتقييم الملفات بناء على المعايير والمعايير والمعلومات المطلوبة من المقدمة من المشاركين نعم أيضا لو نتحدث عن فتح باب التسجيل متى بيفتح باب التسجيل بإذن الله متى بيتم الإعلان كذلك عن الجائزة نعم نحن طبعا أعلننا عن الجائزة بالأمس في المنطقة العقاري اللي نطمت دائرة التسجيل العقاري وفتحنا باب المشاركة بالأمس ويعني بالأمس كان بإمكانهم أن يدخلون على الموقع ويشاركون في الجائزة آخر مبعد لتسليم الملفات رح يكون تاريخ خمسة ثلاثة وتكريم الفائزين وعلان النتائج رح يكون إن شاء الله في حفل المنطقة السنوي الخاص بالدائرة رح يكون تاريخ 24 ثلاثة إن شاء الله نتمنى إن شاء الله التوفيق يا رب للجميع هذه الجائزة أعتقد أنها جائزة تعتبر الأولى من نوعها شيخ يمكن في المنطقة صحيح نعم نحن كل سنة نكرم طبعا نكرم الموظفين أدنا في الدائرة نكرم الموردين ونكرم طبعا المكاتب العقارية والمطورين نكرمهم كلهم لكن يعني تم الاتفاق هذه السنة إن شاء الله نخصص جائزة ونبني لها معايير ويتم التكريم بناء على المعايير جميل يعني جميل أن ينتقل تمييز المؤسسي ينتقل كذلك أيضا إلى الشركاء نعم مثل المطورين نعم لأن هذه اليوم شركاء استراتيجيين بالنسبة لنا نعم بالفعل عوما كل شكر لكم على وجودكم ويانا اليوم أتمنى كل التوفيق إن شاء الله اللي بيشاركم في هذه الجائزة أحب أضيف كلمة ربما والله أنا في الختام أحب أشكركم مرة ثانية على الاستضافة ونحن شرفنا في تواجدنا معاكم اليوم ونتمنى التوفيق لجميع المشاركين في الفئات اليوم في الجائزة ونتمنى إن شاء الله أن نكون وفقنا في الإجابة على جميع الأسئلة إن شاء الله نعم بالتأكد أعطيكم ألف عافية وإن شاء الله لنا لقاء آخر إن شاء الله بعد الجائزة وتكريم كذلك أيضا الفائزين فيها كل شكر لكم شيخ أحمد بن صغل قاسمي مدير مكتب التخطيط الاستراتيجي وتمييز المؤسسي بدائرة تسجيل العقاري بالشارقة أيضا أشكرك أستاذ عبيد عبد الرحمن المظلوم ودير إدارة تنظيم المشاريع العقارية بدائرة التسجيل العقاري بالشارقة شكرا لكم